بعد ساعات من هجوم شنه مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على المقار الأمنية في العاصمة السقطرية حديبو تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة وإحكام قبضتها الأمنية على مدن المحافظة وعاصمتها كانت الميليشيات الموالية للإمارات قد استحدثت نقاط التفتيش في عدد من المناطق بعد إقالة مدير الأمن في المحافظة والمتهم بأنه أحد أذرع أبو ظبي ورفضت تسليم مقرات الشرطة لمدير الأمن الجديد المعين من قبل الرئيس هادي تمكنت القوات الشرعية من إخماد حالة التمرد لكن بقي المدير الجديد غير قادر على مزاولة مهامه في إدارة أمن المحافظة حتى الآن وسط جهود تقودها السعودية قد تفضي إلى تسليم مبنى المديرية يوم الأحد بحسب مسودة اتفاق تم الإعلان عنه رغم الرفض الذي يبديه المحافظ رمزي محروس لأي اتفاقات مؤكدا ضرورة التسليم الفوري للعناصر الموالية للإمارات تصر أبو ظبي على توسيع حدود سيطرتها بعد سيطرة الميليشيات الموالية لها على محافظات عدن ولحج ومناطق واسعة من أبيان تجسد معنا الأخوة والأخاء ورغم هزيمتها هذه المرة فإن مراقبين يؤكدون أن كل المؤشرات تؤكد أن الإمارات وعبر أذرعها المحلية لن تسلم أرخبيل سقطرة بسهولة فالشرعية تعيش عزلة تامة وهي تهيئ جميع القوات المنفلتة لاستثمارها في فرض سيطرتها على ما يمكن السيطرة عليه خاسرت الشرعية مواقعها في أكثر من جبهة وباتت تقاتل أكثر من طرف وبأدوات معزولة فالإمارات اليد الخشنة للمملكة تخوض معاركها ضد الشرعية دون مواربة فيما تسعى السعودية لتفتيت مواقف الشرعية عبر دورها المهادن والمخدر وليس التعز عن ذلك ببعيد فهي الأخرى تخوض معركة مستمرة على أطراف المدينة ضد القوات الموالية للإمارات بعد سيطرة أبو الضبي على باب المندب والشريط الساحل للمحافظة وسط غياب تام للشرعية وأدواتها